السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام علينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا هذه الليلة نتحدث عن قصة فيها عبر وعضات نسميها بالمليونير الفقير الذي فاته القطار كل واحد منا في هذه الحياة يتصرف حسب ما يحمله من افكار ومعتقدات في ذهنه تصوره لهذه الحياة وكيف تسير وإلى اين تسير كل منا يتصرف حسب هذه الاعتقادات منا من عنده اعتقاد سليم وتصور واضح وبين تره يسير على خطة ثابتة للوصول الى اهدافه ولكن هناك من يفقد البوصلة ويبحث عن مصلحته وعن منفعته وعن ما يحقق له السعادة قد يخطئ وقد تمر السنون الطوال ويندم مثل صاحبنا هذا المليونير الفقير الذي فاته القطار هذا الشخص كان دايما يحلم ان يكون غنيا يحلم ان يكون ميسورا يحلم ان يكون مليونيرا منذ شبابه وهو يعمل بالليل والنهار ما عنده وقت للراحة هدفه الاسمى ان يجمع اكبر قدر ممكن من الاموال ويسير من اصحاب الملايين سنوات تمضي من عمره وهو يعمل بدون كلل ولا ملل وكان يبخل عن نفسه ويدخر كل درهم وقع بين يديه يا ما حارب نفسه كان يمر امام مطعم للشيواء مثلا وهو يشعر بالجوع وجيبه ممتلئ بالنقود لكنه يقول اسبري يا نفس اسبري حتى تجمع المال واستمتع به على اصوله وعلى حقه فيحرم نفسه من الطعام ويأتي وقت الصفر في العطلة والناس يسافرون ويستمتعون وهو يقول يا نفس اسبري اسبري حتى تجمع المال وتصير لك هالة وهيب بين الناس ويبقى بدول عطلة وقد يمر على مكان فيه الملابس وتحشق نفسه لباسا معينا ولكن يخاف ان يصرف المال اليوم وقد لا يجده غدا فدائما يخاطب نفسه اسبري نفسه وهكذا بقي الرجل يمنع نفسه من الطيبات ويدخر الاموال حتى جمع اول مليار وصار من اصحاب الملايين بعد ذلك قال الان سوف استمتع بحياتي كما اشاء وقد صرت من اصحاب الاموال ولا اخشى على نفس الفقر جمع هذه الاموال بعد ان مرت سنين طويلة وعقود طويلة لكنه فوجئ باول مفاجأة انه حينما وضع بين يديه دخل مطعم فاخر وضعت من يديه افخم انواع الاطعمة واكل منها شعر بألم فضيع في بطنه فذهب عند الطبيب فقال عليك بتحليلات طبية وفحوصات فلما كشف عن الطبيب قال يا سيدي عندك سكري وعندك ضغط دم وعندك ألم في المعدة وعليك ان تتجنب كل المشويات والنشويات والسكريات والحلويات وعطاه قائمة طويلة فوجئ الرجل بانه صار محروما من طيبات الطعام التي كانت بين يديه وهو شاب وهو كهل والان قد كبر سنه وصار ممنوعا من اكلها حينما اراد ان يسافر وقد جاءت العطلة الصيفية والشباب والاطفال والغلمان يلعبون ويرتعون اراد ان يسافر ويلعب وجد بانه لم يعد له تلك الطاقة للاستمتاع بالطبيعة والتجوال مع الناس ومحادثتهم ويأخذ صور فوتوغرافية كل هذا لم يعد يروقه فرجع منتكسا قال سابدأ العب الرياضة ولما ذهب الى احد الملاعب وجد كل من في القاعة هم شباب في مقتبل العمر يتمتعون بلياقة بدنية قوية وفي كهول لكن كانوا منذ صغرهم يمارسون الرياضات وجد بانه غير صالح وهكذا ذهب في كل مكان الى مكان لبيع الملابس الفخمة اراد ان يقتنيها لم يعود جسده يقبل شيئا من ذلك فبدأ ان يبكي ويندب حظه التعيس الان وقد جمع المال الوفير لم يعد لهما مدائي لصرفه لقد مضت الاعوام مضت السنون وهو حارم نفسه لهذا سمى نفسه المليونير الفقير الذي فاته الخطار مشكلة صاحبنا هذا مشكلة الكثير منا الكثير منا ينتظر متى سوف يحن الفرصة لكي يستمتع بالحياة لكي يجتمع مع العائلة والاحباب لكي ينفق على نفسه وعلى آله ما عنده من مال وما عنده من متاع الكثير منا ربما تساوره مثل هذه الافكار يقول لم يحن الوقت بعد خطأ جسيم الوقت قد حان حان بانك تستمتع بحياتك وانك كل لحظة تمر بك لابد ان تقتنصها وتعيشها طولا وعرضا طبعا في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى وإلا سوف تمر عليك الأيام وتندم بالله عليكم أيها الأحباب الكرام كم منكم ندم ندما شديدا على مرور الأيام وكان بالإمكان أن ينجز إنجازات مهمة ولم يفعل مثلا جلسة عائلية طيبة مع العائلة والأحباب إنسان ربما يبخل عن نفسه وعن الآخرين ودائما يسوف وما عنده وقت فيأتي يومنا الأيام ويلقى بأن هؤلاء الأحبة قد تفرقوا منهم من صافر منهم من انشغل والكثير منهم التحق بالرفيق الأعلى لم يبق له إلا أسماء وذكريات صعب جدا أن تجمعهم مرة ثانية وتسامرهم وتجلس ممع لماذا الطعام وتفرح بالتجمع العائلي والأسري كم من منا مضت هذه الأيام ولن تعود أبدا كم من أراد أن يستمتع بحياته أن يسافر وأن يستمتع ويبقى يسوف يسوف وتمر عليه الأيام والشهور والسنوات ثم يجد نفسه ضاعت له ضاعت منه كل تلك الأيام وضاعت تلك الفرص الدهبية ولم يعد له لا الخاطر ولا الرغبة ولا الحاجة في الحياة مع هؤلاء الأشخاص كم من واحد منا فوت على نفسه الكثير من هؤلاء النعم حتى الأولاد الصغار هناك من عنده أولاد صغار وغفل عنهم لأنه كان منشغلا بالعمل لجمع المال أو ربما للارتقاء في سلم الوظيفة أو ربما ليحوز على منصب أو على كرسي في الانتخابات ينشغل بالعمل السياسي والنقابي وغير ذلك وتمر الأيام ويلتفت ويجد بأن أطفاله الصغار قد كابروا صاروا كبار وتمنى لو لو عادوا الصغار من جديد لكي يعانقهم لكي يداعبهم لكن السنوات تمضي بسرعة دون إنذار كم من هجر زوجته ويقول غدا أو بعد غد سوف أعوضها عن تعبها وعن شقاها وعن كل ما عملته من أجلي وينتظر وتمضي الأيام وتشيبوا هذه الزوجة وتهرم وقد فاتهم قطار الحياة دون أن يستمتعوا لما كانوا الشبابا أن يسافروا وأن يجالسوا جلسة سمر وفرح وسرور ضاعة الأيام الكثير منا يقع له مثل هذا الأمر يحكى أن أحد أحدهم يحكي أنه كان طفل صغير جاءه أحد بحيداء فقال سألبسه يوم العيد لكن يوم العيد لم يلبسه قال سوف سوف أخبئه للعيد المقبل بعد برور سنة بكاملها وجاء يوم العيد وهو فرح مسرور أراد أن يلبس الحداء وجد بأن حداه قد ساغر عليه وهو كبر عن حدائه فعوض أن يفرح حازن حزنا شديدا ضاعت له الفرصة كثير منه مشكلته أنه يسوف وأنه سوف ينتظر لما ينضج ولما تكتبر تروته ولما يتفرغ سوف يقوم بكذا وكذا أبدا الحياة أيها الأحباب الكرام لا يجتمع فيها ثلاثة الصحة والمال والفراغ ونحن الصغار جدا نكون في صحة وعافية وعندنا الوقت الكثير لكن ما عندنا المال المال غير موجود لهذا ندخل إلى المدرسة نتعلم ونبقى في مصار طويل لكي نتوظف أو نشتغل ونجمع المال فطفولتنا وشبابنا محرومين من المال عندنا القوة وعندنا الوقت لكن ما في مال لما يدخل الإنسان في سن الثلاثين والأربعين يصير عنده قوة ويصير عنده المال لكن ما عنده وقت لأنه يعمل بالليل والنهار لجمع المال يحتاج إلى الوقت ما في وقت يسوف وحينما يحلل التقاعد يحصل على المال عنده تقاعد مريح وعند الوقت صار فارغا لكن ما عنده صحة ما عنده قوة وهكذا يبقى الإنسان في هذه الحياة الدنيا يسوف ويسارع الحياة حتى تفاجأه ويقال له لقد وصلت إلى محطة الوصول والمغادرة من أجل ذلك علينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام نستغل حياتنا كما أرادها لنا المولى عز وجل نعطي لكل دي حق حقه وقت العمل عمل وقت العبادة عبادة ووقت المتعة مع الأهل والأحباب فيها خير عظيم وكذلك المبادرة في الإنفاق لأن الإنسان يدخر يدخر وقد يموت ولا يستمتع بهذه الأموال كم من أحد مات وكان غنيا مات وعاش فقيرا مات وغني حياته كانت فقر لكنه لما مات مات غني ترك خلفه تروة ضخمة أولاده وبناته أخذوا هذه التروة واستمتعوا بها ولم يشعروا بالسعادة قالوا لأننا كنا نتمنى أن نسعد مع الوالد والعائلة ولكن قد توفو ما قمت هذا المال إن الحياة تسري وتجري بسرعة وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستمتع بها وفي الحديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذه معادلة أن الإنسان يعمل للدين والدنيا أنه لما تأتي لحظة جميلة لحظة فرحة والسعادة يقتنسها ويعيشها طولا وعرضا مع العائلة والأحباب وحينما يأتي وقت عمل أو وقت عبادة وطاعة فإنه يشتهد في العبادة وطاعة وحينما تأتي الأحزان فهو بالرغم عنه سوف يحزن ويشعر بالأسى ثم تمضي الأيام حتى إذا ما مر العمر ونظر خلفه وجد بأن الحياة فعلا مرت بسلام ومرت بأمان هذا موضوعنا أيها الأحباب الكرام نريد أن نناقشه وإياكم طيلة هذه الساعتين والموضوع هو كيف تستطمر حياتك كيف يمكن أن تعيش اللحظة دون أن تضيع المستقبل وتعمل المستقبل دون أن تضيع اللحظة حتى لا يفوت نوائيكم القطار قطار الحياة أسأل الله تعالى أن يحفظ نوائيكم من كل سوء وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والصحة والعافية والوقت آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة